الأسهم الأوروبية تسجل تراجعاً هذا الخميس بعيد ارتفاعها على مدار جلستين مع انخفاض المعنويات بفعل استمرار هبوط أسعار النفط الذي نزل عن مستوى 30 دولاراً للبرميل لفترة وجهزة والمخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمي مؤشر يوروفيرس 300 لأسهم الشركة الأوروبية الكبرى نزل بـ 1.4% إلى 1336.25 نقطة مقترباً من أن مستوى في ثلاثة أشهر الذي بلغه يوم الاثنين بعد بداية مهتزة بسبب المخاوف بشأن التباطئ في الصين وأدت النتائج التي جاءت دون توقعات إلى هبوط سهم لينت أند سبرونج لأسويسرية لصناعة الشوكولاتة إلى نحو 3%